ومعنا عبر الهاتف أحمد من الجزار السلام عليكم أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لقناة الجزيرة الموقعة وتحية للدكتورة المستضيفة والله يبدي الفاضي أنا أطرح سؤال بالنسبة إلى نظرة العربي إلى التغذية هل يتغذى من أجل البحث عن البيطامينات والبروتينات أم يتغذى من أجل المتعة من أجل الأكل الإنسان العربي والله والدكتورة هي أحق في ذلك ينظر إلى الأكل على أنه متعة وشهوة لكنه لا يبحث عن البيطامينات التي تقضي الجسم إذن نظرة العربي يجب أن تتغير إذن هناك بايد هناك نحن هناك خضاء وظاق لا ناكل من أجل المتعة بل ناكل من أجل البحث عن البروتينات والبيطامينات التي تقضي الجسم بعد يومكم مقتفاضلة شكرا جزيلا لك سيد أحمد على هذه المشاركة بالفعل ربما بعض هذه النظرة تتجه لبعض الأشخاص والشعوب العربية تحديدا أنهم يأكلون من أجل متعة الطعام بغض النظر إذا كانت هناك فائدة أو قيمة الغذائية لبعض المأكلات التي نأكلها صح مثل ما تكلم الأخ أحمد أنه نظرة للغذاء هي بتفرق من ثقافة إلى أخرى ولهذا السبب ممكن أنه نظام دوكان هو منتشر بالعالم العربي لأنه ممكن أن الثقافة عنا منا مرتكزة فقط على البروتين والخضار ومثل ما بيتكلم دكتور دوكان بأحد من الانتربيوز هو بيقول أنه كمية البروتين هي حسب عقد ما الشخص ممكن أنه يتقبل ولكن فعليا الشخص لا يمكن أنه يتقبل كمية كبيرة من البروتين ولكن الخضار يفترض أنه نكون عم ناخد كمية عالية جدا يعني التركيز بتاني مرحلة تقبلنا للخضار بما يكون بكمية أكثر من البروتين صح صح ولهذا السبب ممكن أنه في عناك السمنة أو أرقام السمنة عم ترتفع بالعالم العربي فعليا لأنه ما عم نرتكز أكثر على الخضار والفاكهة أو الأنزمة الغذائية يلي بتوفر كافة الغذاء يلي مفترض أنه الجسم يخده ولهذا السبب ممكن أنه الأمراض المزمنة عم تتكثر وعم تتساعد الأرقام لإله ترجمة نانسي قنقر